نتواجد الآن في الجهة الشرقية من المدينة وكما تلاحظون معي هذا الشارع الذي يمثل بوابة الدخول الرئيسية للمدينة من الجهة الشرقية عام ونصف من الحصار المر الذي حصده سكان المدينة قراء إغلاق هذا المنفذ من قبل عناصر الميليشيات الإنقلابية الحصار الذي ضرب كل منافذ المدينة وجعل منها مدينة معزولة عن العالم وقطع عنها أسباب العيش الأساسية وخدمات المواطنين وإمكانية التنقل لممارسة حياتهم طيلة عام ونصف كانت هذه الأماكن شاهدة على محن عاشها أبناء تعز معاناة في إيصال المواد الغذائية والأدوية خصوصا أسطوانات الأكسجين للضحايا من أبناء المدينة التي تتعرض للقصف العشوائي المستمر الذي ندد به العالم لكنه عاجز على أن يزيح العوائق التي فرضها الإنقلابيون أمام المنظمات الإغاثية والتي بدورها عاجزت عن إيصال المساعدات والإغاثات للمتضررين من الحرب هذه الطريق ذاتها هي التي كانت قد أعلنت قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز في اجتماعها الأخير عن استعدادها الكامل لفتحها أمام الناس من الأماكن التي تقع تحت سيطرتها لكن العوائق لم تنتهي فالألغام لا تزال التركة التقيلة للميليشيا والفصل الأخير من الموت الذي زرعته تحت أرض وأرصفت المدينة باتت تشكل اليوم حربا مؤجلة للسكان وهو أمر يضاعف من معاناتهم ويجعلهم على موعد دائم مع الموت عبر هذه الطريقة خصوصا أن فرص الدخول إلى المدينة تكاد تكون منعدمة باستثناء الطرق الوعرة عبر المنفذ الوحيد في قرية الأقروض والذي بات يستغرق ما يزيد عن سبع ساعات متواصلة من السير الشاق والمضني إذن ما يزيد عن سنة ونصف تعيش هذه المدينة تدهورا في الأوضاع المعيشية جراء هذا الحصار وهو ما يترك تساؤلات عديد أهمها إلى متى ستستمر معاناة هذه معاناة الأهالي هنا في ظل رحى الحرب المستعرة خمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الشرقية لمدينة تعز اشتركوا في القناة